ده بيبقى شيء مهم جدا بالنسبة لطلبة الشهادات لكن بالنسبة لطلبة صفوف النقل البعض بيبقى شايف ان امتحان صفوف النقل بيبقى جاي من المدرسة فانا محتاج بقى بص على الحاجات دي من المنصات ولا لأ هل فعلا بتقدم لطلبة النقل محتاجينه هل فعلا بتقدم تدريبات بالشكل اللي هم عايزينه وممكن تبقى جايد او ممكن تبقى يعني بتوجيه للمدرسين اللي موجودين في المدرسة بص يا فاني ده بتوقف بالدرج بيه جدا على اولياء الامور تمام الطفل اللي لا حاوله ولا هولا قوة كمان الطفل انت عارفين في المجال التغريجي طفل مين اللي لا حاوله ولا هولا قوة يا دكتور احنا الاهالي اللي لا حاوله لنا ولا قوة ما بالفعل لأ انا اعزل الحاجة تانية الطفل لو انت سنتظر انطنت حيخش المواقع اللي احنا عارفين التيك توك وكلام ده كله لكن المواقع التعليمية هنا بيبدور الاب والام مهم شوية طيب هنا اولياء الامور في اغلب الاحوال لو اما عندهم معي ودرائي كويسة هيخشوا هذه المنصات التعليمية حيلاقوا فيها حاجات جميلة جدا قد لا تتوفر في المدرسة المدرسة ايا كان بيبقى معادة قليلة والحص قليلة وكلام ده كله طيب انا لما اخش المنصة التعليمية انا امكان هنا استغنى عن الدرس للتفل بتاع بيروح انا لما اخش المنصة التعليمية ببضامن ان الشرح فيها والاسئلة فيها دقيقة والمية 100% خصوصا الولايات دلوقتي كتير منهم بيلجأ للانلاين بيوفر وقت بيوفر حركة على الطلبة وبيوفر حركة على المدرسين بيقدر ياخد وطبعا اقل في التكلفة المادية وبياخد عدد اكبر وبيقدر المدرس يتواصل مع واحد واحد وان توان بزرق الزمينة وقول لحرك حاجة مهمة جدا اللي انا قلت عليها في الاخر هي الاسئلة صحة خلي بار حرك احيانا وانا بيعتبر متخصص في التقويم الترباء وفي الانواع الاسئلة الاسئلة الطالب بيجاوب عليها غلط لا يسأل بسبب ان الطالب مش عارف المعلومة لكن بسبب ان سؤال نفسه مصابق بشكل خاطئ فبالتالي هنا العملية هنا عملية التعاود ان الطفل لما يخش هو والده مثلا والدته ويتابعه معاه يخش ببوابة دي او منصة ديته اللي هو فيها دروس مشروحة بشكل تفاول جميل جدا وجذاب بسرمي الوان وحركة ومواصلات صوتية وبصرية وكلام ده كله هيتعاود عليها حيلاقي الكنز مش موجودة في اي كتب خارجية خلي بالك احنا عايزين نشير برضك المشكلة الكتب خارجية اللي وصيرت هذا العام ان الكتب غلل بشكل مبلغ فيه هنا ديت اكبر عوض عن الكتب الخارجية وده بديل كمان الكتب الخارجية بشكل كبير ويستفيد منه الطالب ويشوف كمان نمادق ليه شكل الانتحان اللي حيشوفه